بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكون المرأة ملعونة ويحبط عملها كله يوم القيامة ولا يقبل ويكون مصيرها والعوض بالله النار روى الإمام أحمد بسند صحيح ويبدو حبان وغيرهم لهال السنة سيكون في آخر الزمان رجال يركبون على المياثر وفروية على المياثر كأشباه الرحال وفروية كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد ونساؤهم كاسيات عريات إلا عنوهن فإنهن ملعونات ولو كانت وراءكم أمة خدمت نساؤكم نساءهم كما خدم نساء الأمم قبلكم سيكون في آخر الزمان من علامة الساعة رجال يركبون على المياثر في رواية كأشباه الرحال عمل زي الجمال العلماء فالصول لها السيارات على العربية الدولة وتفير وهي كأشباه الرجال يعني الرسول عايز يقول لك أنه هو رجل شكله أنك لايس برجل حقيقة هو دايوس ينزلون على أبواب المساجد ونساؤهم كاسيات عريات يعني إيه كلام دي؟ يعني الرسول عايز يقول لك صلاة باطلة غير مقبولة دايوس ينزلون على أبواب المساجد ونساؤهم كاسيات عريات كاسيات عريات يعني لبسة لبس بيفسر جسمها وشعرها عريان نساؤهم كاسيات عريان إلعنوا هن فإن هن ملعونات دا الرسول بيأمرنا أن نلعنها لهم نساء ملعونات من قبل مين؟ من قبل الجن المسلم من قبل الملائكة؟ من قبل الحيوانات ولو كانت وراءكم أمة مفيش ورانا أمة كان ربنا صلت الأمة اللي حديقة ورانا دي زي ما سلطنا على بني إسرائيل وانتصارنا على بني إسرائيل من النصارى وفتحنا في بلاد فارس والروم وبقوا عندنا خدم كان ربنا صلتنا أزلنا كما أزل الأم صلتنا أزلنا بطريقة تانية كنا أسمحنا خدمين عندهم دا الكلام الحديث معنا كده فده أول في شيء يفهم الحديث إن الشخص اللي يتجاوز واحدة موتة بالرجة شعرها عريان وبتلبس بانطلون وبتلبس زلوزة بانطلون بتنزي متزينة دايوس صلاته غير مقابولة بغاية ميتوب وإلا ما كانش الرسول عليه السلام يذكر ما للصلاة وما للموضوع ده الرسول عليه السلام بيسي يقول لك ينزون على قبل المساجد ونساهم كاسياد صلاته ما نزجرتوش يعني لم تنهو يعني أنه يذكر زوجته فده حكس الدليل التاني من القرآن ربنا بيقول واطلوا عليه من نبأ نبأ ابناء آدم اثقرب واطلوا عليه من نبأ ابناء آدم بالحق اثقرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال الأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين يعني قبيل يقول له هبيل هقتلك فهبيل قال له ربنا ما بيبدالش العمل والصدق إلا من امتقي بس مش من ملعون طب ربنا ده الرسول عليه السلام بيقول إلا عنهن فإنهن ملعونات فإنما هنا حرف قصر إنما يتقبل الله من المتقين ليس من الملعونين فده الدليل التاني إن العبادة عبادة بتاعة المرأة المتبرجة الكاسية العرية السافرة مش هتقبل بدليل الرسول قال قال هنزمنا على باب المساجد يعني يعني يعمالي السلام بيقول لك سلاته مش مقبولة إنه دايوس وبالتالي إذا كان سلاته مش مقبولة بسلات المرأة اللي هو قائم عليها كمان مش مقبولة هي صاحبة الاسم العظيم ده الدليل التاني الدليل التالت ذكرة امرأة والحديث رواه أبو داود الحديث حديث رواه أمام مسلم الحديث أبي هريرة سيكون في آخر الزمان أو صنفاء من أهل النار لم أرهما وفي رواية سيأتيانهم بعد رجال معهم سياط كأزناب الخيل يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مائلات على رؤوسهن كأسلمة البخت وفي رواية العجاف لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها وهنا ريحها ليظهروا مسيرة كذا وكذا فالرسول يقول لك ايه هيكون في آخر الزمان نساء كاسيات عاريات لابسة هدوم وتبرز مفاتينها لابسة منطلوم 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 لا يجوز شرعا لهم دي الشاب لأنه ده لبسة الرجل يبرز مفاتينها يبرز العمرة المغلزة القبل والضبل والويل والله وشعراء عاريان كاسيات مائلات مائلات يعني مائل الرجل مائل لها رؤوسهن كأسلمة البخت يعني ايه لو ما قال لك شعراء عامل زي القبا فوق دماغها فلما بتمش بيتهز عامل زي سلم الجمل رؤوسهن كأسلمة لا يدخل للجنة طب الرسول عليه السلام عارف المرأة دي هتصلي اللي بتصوم يخينا قال لك مش هتخش الجنة كان ربنا احبط عملها طب ايه الدليل تاني ان ربنا الزنب يحبط العمل الحديث الذي رواه ابو داود في صحيح ومنزان منزري وغيره من اهل السنة مثلا دين صحيح ذكرت امرأة عند الرسول صلى الله من كثرة صلاتها وصيامها وصدقاتها ولكنها تؤذي جيرانها قال هاي في الجنة يبايزا في اعمال في زنوب بتحبط العمل تماما طب المرأة المرأة المتبرجة مش بتازي جيرانها بس لديز المجتمع كله لان في رجال بيزنب سببها بالعين في رجال بيزنب سببها بيرجع يستمني وفي رجال بيقع في الزنة الحقيقة زنة الفرج وبالتالي اتداله على الشر كفاعلة هي اتحمل كل اسم الزنة دا طب في دليل تاني كمان روى الامام النسائي من حديث ابو نوسع الاشعاري بسند صحيح اليوم امرأة استعترض فمرت على قوم ليجدوا ريحها او في رواية تانية او لجدوا منها ريحا فهي زينية حتى لو كانت منقبة حتى لو كانت منقبة ومرت على ناس مشاموا منها ريح بصولها فهي زينية ومالكوا بقى من متبرجة طب مثل العطر لا يورى من مكان قريب لكن التبرج بيورى من مكان بعيد بعدين ايوما يشب ختنة العطر ولا الشعر العريان بالهدوم الدايقة الملونة والمنطرون الدايق الحجاب الصحيح اعباية واسعة في تفاضة لا تصف لا تصف ما تحتها ولا تشف ما تحتها غير كده ما يبقاش حجاب ما يبقاش حجاب بكذب على رب العالم سبحانه وتعالى فاذا المرأة المتبرجة هيك الحكم الزانية المرأة المتبرجة يحبط عملها كله يوم الخيارة اذا لم تتب المرأة المتبرجة زوجها زوجها ديوس لانه يارضة بتزيني المرأتين قد ما تنزل من البيت فريت كل رجل يسمعني الان عنده زوج او عنده بنت او عنده اخت وكل واحدة دلوقتي متبرجة تتبقي الراس تلبس عجاب الصحيح تغطي شعرها تلبس عباية واسعة في تفاضل الله ما بلغت انا ما فش اقوله قولي هزا استخفال ترجمة نانسي قنقر